بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اربنا لا تسي قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من لدك رحمة إنك أنت الوهاب يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فِنْتَهُ هذه عبارة وردت كجزء في آية كريمة ولا يجوز أن نفصلها عنها هذه الآية الكريمة هي الآية السابعة من سورة الحشر التي يقول الله عز وجل فيها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربة واليتامة والمساكنة وابن سبيل كي لا يكون دولة بالنغنياء منكم وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فِنْتَهُهُ اتقوا الله إن الله شديد العقاب هذه الآية الكريمة كثير ما أسمعوا شرحها وكثير ما أسمعوا الدارسين لها وكثير ما أسمعوا الذين يعظون بها أنهم يستدلون بها على وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم يفصلونها عن سياقها وعن معناها الذي وضعت في الأصل له لأن هذه التجزئية قد لا تساعدنا على تصور المعنى الأصلي والحقيقي لهذه العبارة لأن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة والتي قبلها أيضاً يتكلم عن ما يسمى في الشريعة أو في القرآن بالفيء الفيء هو الذي نسميه الآن المال العام لأن الفيء هو ما دخل بيت مال المسلمين من غير قتال أي الذي نسميه بكل بساطة اليوم المال العام لأن المستغلحات تتبدل تسميتها وتتبدل مبانيها بتبدل الأزمان وبتبدل الأماكن إذن القرآن الكريم يتحدث هنا عن الفيء ولكن مع الأسف الشديد قل ما أسمعوا الناس الذين يتعرضون للجزء الذي صدرنا به حديثنا يعيدون المعنى إلى أصله وإنما يلبسونه معنى آخر قد يكون بعيداً عنه وهو أنهم يستدلون بها على وجوب اتباع السنة واتباع السنة فارضة لأن الله عز وجل منح سلطة تبين لرسوله ولا نستطيع أن نستفيد من القرآن ولا أن نفهم ولا أن نفقه البيان من القرآن لم نخليلي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له الآية إذن تتحدث عن المال العام لأن ما كان سائداً في الجاهلية وكان البعض يريد أن يبقي واحتفل الإسلام الناس الذين يملكون تجاه الذين لا يملكون أي الأغنية تجاه الفقراء كانوا يحبون أن يستحوذوا على كل شيء بناء على هذه العادة السيئة التي كانت تسود بين الناس في الجاهلية هناك بشر يملكون كل شيء وهناك من يحرمونها من كل شيء ولهذا كانوا يريدون أن يحتفظوا بهذه العادة السيئة أو بهذا الامتياز الذي كانوا يتمتعون به ولكن القرآن نهاهم عن ذلك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرآن يجب أن يوزع بعدل بين كل الفئات التي ذكرها القرآن والتي ستأتي بعد هذه أي كذلك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرآن فلله وللرسول ولذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل لماذا؟ لأن المال العام له للناس أو لكل هذه الفئات الحق فيه ولا يجوز أبدا إبقاءه كملكية خاصة لفئة قليلة في المجتمع لكي لا يكون دولة بيننا يا إميكم أي تداول بين الأقوية فقط أو بين الذين عرفوا بأنهم من الأغنياء في الجاهلية أو حتى بعدها الجاهلية لأن المال إذا بقي متداولا بين فئة قليلة على حساب الفئات العريضة في المجتمع لا يمكن أن تنتفع به الأمة ولا يمكن أبدا أن تزدهر التنمية أو الاقتصاد في أمة يكون مالها محبوسا بين أيدي طائفة قليلة طائفة الأغنياء لأن الأمة التي يتحرك اقتصادها هي الأمة التي يعمل جميع أفرادها ويستفيد من هذا الاقتصاد ومن هذه التنمية وهذا الانتاج كل أفرادها هكذا تنمو الحياة الاختصادية وهكذا تنمو الحياة الاجتماعية في الأمم المؤمنة التي لا يمكن أن تستفيد القلة على حساب الفئة القليلة ولهذا أن تستفيد الفئة الكثيرة على حساب الفئة أو الفئات العريضة ولهذا جاء النهي صريحا وما أعطاكم الرسول من الفئ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا حينما يقول لكم رسول الله بأنه ليس لكم الحق في هذا فإن بغي أن تتوقفوا عند هذا الحد فانتهوا عن المطالبة به لأن الله عز وجل جعل هذا المال يجب أن يكون مشاعا بين كل فئات المجتمع ويزعوا بعدل وهذا هو الحق الذي يجب أن يكون وهذه العلاقة التي يجب أن تكون رابطة بين الناس جميعا لأن بقاء المال في أيدي فئة قليلة من الناس يقتلوا الاقتصاد ويقتلوا التنمية ويقتلوا المال نفسه لأن المال إذا لم يستفد منه الجميع لا يمكن أبدا أن ينمو ولا يمكن أبدا أن يزكو ولا يمكن أبدا أن أكثر ولا يمكن أبدا أن يكون نافعا أما ما يذهب الناس إليه دوما ونسمعهم في كل النوادي في كل الخطب في كل الكلام الذي يقال حول هذه الآية أنها دليل على وجوب سنة على وجوب اتباع سنة فأراه بأنه بعيد عن السياق بعيد عن المعنى وحتى الآثار التي ذكرت في مختلف تفسير وحاول الرواة أن يعلقوه بمعنى هذه الآية الكريمة لا يرقى إلى الصحة أبدا مثل ما يقول المفسر الكبير جمال دين القاسم في تفسيره المعروف محاسن التأويل لأن ما سيأتي بعد ذلك بعد هذه الآية سيفصل الله تعالى فيه الفئات التي لها الحق في أن تستفيد من هذا المال العام منهم مثل ما يتضح ذلك من الآية التي تأتي بعد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدأون فضلا من الله ورضوانا وينصروا الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم والذين تبوأوا دار وليمان من قبلهم يحبون من حاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولكن بهم خصاصة ومن يوقش حنفسه فأولئك هم المفلحون ثم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا فر لنا ولإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا جعل في قلوبنا غن للذين آمنوا ربنا إنك رأوه الرحيم هذه هي الأحكام التي تتعلق بالمال العام أو بالفيء من ما سماه القرآن الكريم أي أن هذه الفئات الاجتماعية كلها لها الحق في المال العام وخاصة أن هذا المال العام يجب أن يستثمر ويجب أن ينمو ويجب أن نعمل من أجل أن يبقى للأجيال القادمة التي ستستغفر الله عز وجل للذين سبقوها بالإيمان لأن الذين سبقوها بالإيمان تركوا لها مجال الاستفاد من هذا المال ولم تستأثر بها لوحدها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر